اشتركوا في القناة 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 ما اطيب الجري دون تجمد وتعكر ذهب احب الناس الي مع الامس كل ما لدينا من اقوال فهي للامس لكن اليوم يجب ان يقال الجديد القرن الثالث عشر قوة لا يمكن الوقوف دونها كانت تستولي على اسيا الوسطى واوروبا الشرقية والصين وسهول سيبيريا وكثير من المدن كانت تدمر تدميرا ولم يقتصر ذلك التدمير على الاحجار والنفوس فحسب وانما كان منصبا على الحضارة الاسلامية التي كانت في عصرها المزدهر تدمر المكتبات وتحرق الكتب وتمسح ذاكرة التاريخ والغزو المغولي الذي تم على يد جنكيس خان كان في الحقيقة يدمر الحضارة الاسلامية في رقعة من الارض من جانب ومن جانب اخر كان يغذيها في رقعة اخرى اذ الاتراك البدويون الذين هربوا من الابادة والمجموعات الهائلة من اهل العلم والمثقفين قد انتقلوا الى الانضول وكانوا روادا في تطور الحضارة الاسلامية ولد محمد جلال الدين سنة 1207 في مركز الثقافة بلخ من منطقة خراسان التركستانية الواقعة داخل حدود افغانستان الحالية تماما في قلب الغزو المغولي الذي وقع حينذاك كان والده محمد بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء من العلماء المعروفين في بلده اذ كان المرجع الوحيد للفتاوى الصعبة في بلاد خراسان وكان لمواعظه ودروسه اثار قوية في بيئته وكان خليفة لنجم الدين كبرى احد المتصوفين المشهورين في عصره في تلك الايام كان اختلاف كبير بين المتصوفين والفلاسفة هذا الاختلاف ادى الى وقوف بهاء الدين ولد في صف وفيلسوف بلخ الشهير فخر الدين الرازي في صف اخر ومن جانب اخر كانت السلطة السياسية منزعجة من الملتفين حوله يقال ان بهاء الدين ولد قد تألم من هذه الظروف وقرر ان يترك بلخ حقا فهل ترك سلطان العلماء بلده لغضبه على عالم اخر كبير يقول الباحثون ان بهاء الدين ولد في الحقيقة اضطر الى هجر بلده بسبب غزو المغول ولما قرر سلطان العلماء الهجرة من بلخ مع اسرته كان محمد جلال الدين في الخامسة من عمره انطلق الركب نحو الكوفة رويدا رويدا ومن ثم الى مكة سيؤدي مناسك الحج ثم يواصل سيره توجهوا من مكة الى المدينة فالقدس ومن هناك الى الشام كان الهدف الى ديار الروم حيث الانضول الديار التي ستطلق عليه لقب الرومي وخلال هذه الفترة كان سلطان العلماء بهاء الدين ولد يعتني هو بالذات بتربية ولده ويقوم بتربيته احسن قيام محمد جلال الدين الذي سيرشد الكثيرين كان حينئذ مريدا لوالده كان يتلقى منه العلوم الدينية والدنيوية هزتي mevlana ile babasının arasındaki ilişkileri sadece bir baba oğul ve mürit mürşit ilişkisi olarak veya öğrenci hoca ilişkisi olarak görmemek lazımdır bunların hepsi bir bütündür ama bizi dünyaya maddi dünyaya getiren babamızdan بيزي مانوي يكسلشة گتران مرشدimiz دها قيمتلidir هزيتي فرلا باباسا عرصındaki الاشكي بأي ديالندرمك لازم استقرت الاسرة بقرمان بعد رحلة استغرقت ثلاثة عشر عاما علاء الدين كايقوباد حاكم الدولة السلجوقية التي كانت تحكم في الانضول انذاك دعا والده الى قونيا عندما سمع بشهرته بعد استجابة والده لهذه الدعوة حضر محمد جلال الدين مع اسرته الى قونيا في شهر مايو ايار من سنة 1228 استقر بهم المقام في مدرسة التون ابا التي تعني بائع الخيوط والتي خصصها لهم السلطان علاء الدين لقد ارتحل بهاء الدين ولد الى جوار ربه في الرابع والعشرين من شباط من سنة 1231 في ضحى يوم الجمعة بعد ان خلف وراءه ولدا صالحا مثل محمد جلال الدين ومؤلفا قيما مثل المعارف فلأول محمد جلال الدين على ألم الفراق الذي سيشعر به طول حياته نحن ارتحلنا فسلام على الباقين فليبقوا بسلام فلابد للمولود ان يموت وان كنت فريض عصرك والمشار اليه بالبنان ففي يوم ما ستغادر هذه الدنيا واترحلوا كما غادر ورحل من قبلك فردا فردا وإن كنت لا تريد أن تبقى وحيدا في المكان الذي رحلت إليه فليكن لك خلفا من الخيري والبرري والطاعة بباقين ببنان بباقين ببنان حياتي وفريد أن يوم الزرحان في المنطقة حياتي 24 عندما يوم الزرحان يعني ببنان yani babasının yerine medreseye baş müderris bir alim olabilecek iken ki çok rahat bir şekilde fetva makamına geçebilecek birisiydi baş müderris olabilecek bir kişiydi hayır ben daha öğreneceğim çok şey var diyerek tevazu zaten ilmin başı من سيكون المرشد الجديد والأستاذ وصاحب مقام التدريس لمحمد جلال الدين الذي فقد والده تميزي'nin seçilişi تسادف değildir zaten عالمde تسادف diye bir şey olmadığını الله'ın hikmet تجلisi olduğunu تسادفlerini biliyoruz Dolayısıyla تميزي'nin babası tarafından seçilmiş ve babası yani Sultan Bahaddin Melid oğlunun en çok kendi hakikatindeki tecalliği Burhanettin Timizye Hazretlerinden öğreneceğini bildiği için ona bir mektub da yazarak bu hakikati bildirmiştir لقد جاء خليفة والده سيد Burhanuddin محقق ترمذي إلى قونيا سنة 1232 ومنذ ذلك اليوم يدخل محمد جلال الدين في تربية سيد ترمذي المعنوية يجلس أمام أستاذه الذي حلم حل أبيه باحترام يجلس أمام أبيه باحترام يجلس أمام أبيه باحترام فاصر ناضجا وابتعد عن التغير وامضي واصر نورا كبرهان الدين محقق وما دمت قد نجوت من نفسك فقد صرت بأجمعك برهان وما دام العبد قد فني فقد صار سلطانا على الرغم من صغر سن محمد جلال الدين فقد كان السيد ترمذي يعرف أنه عالم رغم ذلك أرسل طالبه إلى حلب والشام حتى يزداد علما ولقد تلقى محمد جلال الدين من العلماء البارزين في ذلك الوقت في مدارس الشام علوم الحديث والفقه والصرف والنحو لمدة سبع سنين تقريبا موسيقى Onun için diyemeyiz ki Hz. Mevlana gibi bir sufi şahsiyete bir arif şahsiyete dini bilmezdi çünkü böyle zannedenler var dinin şeriatından haberi yoktu zahirinden haberi yoktu bir zındıktı hayır şeriat alimiydi her şeyden evvel ancak şeriatın bir araç olduğunu gaye olmadığını yani şeriat pratiklerinin hukuki emirlerin bir araç olduğunu söylerdi ki bu da Kur'an mantığına çok uygun dur وبعد ان رجع محمد جلال الدين من الشام جلس امام استاذه الترمذي مرة اخرى وهكذا تمضي الشهور والسنون وما من سنة تمضي الا وتجعل من محمد جلال الدين اكثر نضوجا يتم اجتياز ايام الصيام والمحنة اطمأن مرشده غاية الاطمئنان قام بتربية جلال الدين كما اراد لما اقتنع ترمذي ان وظيفته قد انتهت غادر قونيا الى بلدته قيصري حيث اراد ان يقضي اخر عمره في الانزواء لكنه لم يستطع ان يصرح برأيه هذا لجلال الدين وهل كان طالبه سيأذن له بالمغادرة برأيه هذا حيث اراد انترح انا manevi yönden de mani olunca sonra ciddi bir şekilde konuşmuşlar. Ve Seyyid Burhanettin Efendimiz şu sözü söylemiştir. Oğlum, bir semada iki güneş olmaz. Sen artık kamil ve mükemmil bir mürşidsin. Sen burada kalacaksın. Ben memleketime gideceğim. Yani bir semada iki güneş olmaz. Mحمد جلال الدين أصبح عالماً تلقى علوم التفسير والحديث والفقه واللغة العربية وتربى على يد والده بهاء الدين ولد وشيخه السيد برهان الدين ترمذي التربية المعنوية وبذلك سلك طريقاً آمنا فوصل إلى مرحلة الانتظار لمن سيعلمه العشق تعال 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 واقترب كم ستستغرق هذه الرحلة ما دمت أنت أنا وأنا أنت ماذا تعني أنا وأنت بعد اليوم نحن نور الحق مرآة الحق إذن لماذا الشجار بيننا دائم؟ طلابه كانوا يزدادون حوله يوماً بعد يوم قد أصبح الرومي لبلاد الأنضول ومولانا جلال الدين لطلابه لكن عروجه في العالم المعنوي لم ينتهي بعد مولانا جلال الدين الذي فقد والده وشيخه أصبح وحيداً لذلك فإن العروج كان يجب أن يكمل والوحشة يجب أن تزال أبو بكير سelleباف ismindeki sepetören dışta bir esnaf kıyafetinde esnaf mesleğinde fakat batında bir Allah dostu olan bir mürşidin dervişidir aslında Şems-i Tebrizi Tebrizi'den yola çıkarak kendisine bir sohbet arkadaşı bir sohbet dostu البقاء العادية للغادية للحفظة للحفظة العادية كما تعطل أن تجاهل إلى مرشد في نحمي العام أما أن تجاهلنا من أرقاء قطعها فضلك يعجب أن نفسك فضلك فضلك لكنه الضوارة لا يوجد فوجدا Yoksa peygamber mi büyük seni layıkıyla bilemedim dedi. Bu soru şu demektir. Yani sen de Beyazıt gibi doldun, taştın ve artık başka derse ihtiyaç duymuyor musun? Yoksa peygamber gibi hala öğret, öğret diyen açlardan mısın? Mevlana bu hakikati anlar. O da çok zeki bir öğrencidir. O açtır, zaten beklemektedir. Gel hocamder, gel bana öğret. İnnehu yajjal البحر yagli وكأنه القدr. Kama anhu yabri الجبل فكأنه rمل. والعşق يصيب الأفلاك بمئة شق. والعşق يزلزل الأرض زلزالاً ولا يأبه بها. ولقد كان عشق الطاهر قريناً لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له الله لو لاك ولما كان في العشق فرداً فقد خصه صلى الله عليه وسلم من بين كل الأنبياء. أبواب المدرسة الصغيرة التي كان مولانا جلال الدين يستخدمها كبيت. كانت حتى الأمس مفتوحة على مصرعيها. لكنها اليوم مغلقة. حتى ذلك اليوم مولانا جلال الدين كان مدرساً يلقي الدروس على طلابه. وخطيباً محبوباً بمواعظه في المساجد. ومفتياً لعامة الناس يحل لهم بفتاواه المشاكل الشرعية. لكنه الآن بعيداً عن كل أحد وبعيداً عن كل شيء. يقضي معظم وقته بصحبة أستاذه شمس الدين التبريزي. ليس لدينا معلومات قطعية عن المدة التي استغرقتها هذه الصحبة. ولا عن ماهيتها. ومن المحبة تصبح كل المرارات حلوة. ومن المحبة يصبح كل النحاس ذهبا. ومن المحبة تصبح كل الثمالة صافية. ومن المحبة تصبح كل الآلام شافية. لقد ترك مولانا جلال الدين الرومي مواعظه وتدريسه. لقد ألقى كتبه التي كان يطالعها كل يوم جانباً. وأصبح لا يسأل عن أحبابه ومريديه. لقد مر على قدوم شمس الدين التبريزي إلى قونيا عدة أشهر. ومولانا جلال الدين خلال هذه الفترة لم يمر بمدرسته ولو يوماً واحداً. ولم يظهر على طلابه أبداً. كانت أهالي قونيا تشكو من عدم رؤية مولاها. وفي كل شرائح مجتمع قونيا تقريباً، هبت ريح الاعتراض والثورة على هذا الجديد. من كان هذا الدرويش القادم؟ ماذا كان يريد؟ كيف حال بين مولانا جلال الدين ومحبيه؟ وكيف أنساه كل وظائفه؟ والشيء الأهم أن مولانا جلال الدين الذي أكمل مرحلة تحصيل العلوم الدينية والدنيوية وارتقى إلى مقام الفتوى. ما الذي بقي أن يتعلمه من شمس الدين التبريزي؟ ماذا كان يجد في صحبته؟ و rollاً من الوصف يشب فيه معروفه من شمس الدين ومعروفة أولانا جلال الدينية والسرعة ومن العلوم الدينية ومعروفة أولاد شمس الدينية والدينيهم ومعروفة بأطفال أولاد مصورة. شمس الذين يحصلون في الحمولة مولانا خبرونا ونحن المرحلة وهذا هو المرحلة التبريزي Mevlana'da aşk ateşinin yakılması ve her şeyi terk etmesi, bütün kışırları, kabukları atması meselesidir. Bu aslında Hz. Mevlana'ya özgü bir şey değildir. Yani birçok İslam harifinin hayatında karşılaştıkları bir dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktası Gazali'de mesela kitaplarını atmak dediğimiz, kitapları yakmak, kitapları atmak, aklı bir kenara atmak gibi ifadelerle dile getirilen tamamen rasyonaliteye dayalı bazı şeylerin bir kenara atılıp aşk içerisinde erime, ilahi aşk içerisinde erime, fena bulma halidir. Tabi aynen hepsinde böyle olmamakla beraber bu merhale alimlerin ve ariflerin hayatında önemli bir merhaledir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Okay. وَلَنْ يُشَاهِدَهُ أَحَدٌ عَنْدَ مُغَادِرَتِهِ Hes. Şems, öğrencisi hazırken onu yakmak istemiştir. Yakıcı olan tek şeyin hasret olduğunu bildiği için Şam'a gitmiştir. Mevlana'yı yanar. وصديق آخر رجاء لا تفعل عما تبحث في عالم الغربة يا غريب وأي فؤاد مريض تقصد رجاء لا تفعل لا تسرقنا منا لا تتركنا وتغادر إلى الغربة بهذا تصيب المسروقين الآخرين رجاء لا تفعل يا من تهدم القمر والكون من أجله إنك تهدمنا هدمن رجاء لا تفعل يا من مقامه فوق الوجود والعدم إنك بهذا تترك مجال الوجود رجاء لا تفعل شمس'ten haber alınamıyor hatta bazıları Mevlana Celaleddin Rumi'ye haberler getiriyorlar çeşitli haberler getiriyorlar شمس-i Tebrizi'den birisi geliyor شمس-i Tebrizi'yi ben şurada gördüm Şam'da gördüm şöyle 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 Mevlana Celaleddin Rumi mendilini veriyor ona başka birisi geliyor شمس-i Tebrizi'yi ben şurada gördüm şunu yapıyor şöyle yapıyor bu sefer bu sefer yine kıyafetinden hırkasını veriyor bu sefer her gelen Mevlana'ya her gelen haberler vermeye başlıyor diyorlar ki Şemsi-i Tebrizi'den herkes haber getirmeye başladı oysa söylediklerinin hepsi yalan haberler Mevlana'da şunu söylüyor şayet doğru haber getirselerdi vallahi canımı verirdim diyor işte aslında bu menkıbe Mevlana'yla Şems-i Tebrizi arasındaki muhabbetin göstergelerinden birisidir وَبَعْدَ بِضَعْتِ أَشْهُرْ يَأْتِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ شَمْسِ الدِّينِ هُنَاكَ مَنْ رَأَوْهُ فِي الشَّام مَوْلَانَا جَلَالُ الدِّينِ الرُومِ يُرْسِلُ بْنَهُ السُّلْطَانِ لِيُحْضِرَ شَمْسَ الدِّينِ ama bu geliş nasıl bir geliş bu geliş belki de Şam'dan Konya bir siyahat değil de aslında bir başka açıdan da bakabiliriz biz bu gelişe Sultan Valed'in Sultan Valed olması için bir gelişti bu adeta Mevlana'dan önce yani bu gelişte tek at vardı Sultan Valed yürüyerek geliyordu Şems ata binmişti bu şekilde geliyorlar idi ve Şam'dan Konya'ya kadar o uzun mesafede sürekli konuşarak sohbet ederek geliyorlardı daha çok tabi ki Şems konuşur idi Sultan Valed dinliyor idi Sultan Valed'in işte babasıyla birlikte günümüze kadar isminin ulaşması eserlerinin yazılıp günümüze kadar gelmesi belki de bu seyahatin neticesinde de olmuş olabilirdi düşünmekte İzlediğiniz için ذلك أن حسن الطبع ذلك الذي يكون في استسلام متحملاً لسيء الطبع والجبلة شهر أيار من عام 1247 فصل الربيع في قونيا لكن الربيع الحقيقي كان في مدرسة مولانا جلال الدين شمس الدين يأتي شمس الدين التبرزي المنتظر بشوق منذ شهور يحضر مولانا جلال الدين يستقبل شمس الدين ويدعوه إلى المدرسة فيدخلان معاً ينغلق الباب رويداً رويداً كما كان من قبل تبدأ المحبة والصحبة من جديد والقيل والقال أيضاً إشتس وإدراكتس دهينده موظم دبرم باشتار قونيا ده أننا دم در حق بنا أنياميجاً أنجاك بأي إدراكتس أول سنة برابرلك يغيب شمس الدين التبرزي ليلاً من شهر ديسمبر لنفس السنة لكن هذه المرة لن يريد عنه خبر ولن يعود مرة ثانية ولم يتمكن التاريخ حتى الآن من الإجابة على الأسئلة التي تركها شمس الدين وراءه في جنح تلك الليلة فهل قتل شمس الدين التبرزي؟ شمس الدين التبرزي شمس'in bu son kayboluşundan sonraki günümüze kadar maalesef bütün bilimsel çalışmalar شمس'in kesin olarak Konya'da öldürüldü mü? yoksa Konya'dan başka bir yere gitti kayboldü mu? bir daha bulunamadım kendisinden bilimsel olarak kanıtlanmış değildir Bu sadece Cenab-ı Pir'in muhabbetine hürmeten, göçtü denmemesinden ibarettir. Yoksa küllü nefsin zayikatül mevttir. Şimdi burada çok önemli bir nokta vardır. Mevlana Allah'a ait bütün güzellikleri Şems'in kalıbı içinde seyretmiştir. Ama kalıpsızdır Allah, Şems vazifesinin bittiğini hisseder. Artık Mevlana görmelidir ki o güzellik Şems'te değil, her yerde tecelli ediyor. İşte mürşitler vazifelerini bitirdikleri zaman kendilerini aradan çekerler. O zaman mürit mürşidini kaybıda seyretmenin zevkine varır. Mülana جلال الدين في شوق وحنين. كان يريد أن يبقى وحيداً وأن يعيش ألم الفراق وحده. لكن الدائرة حوله كانت تتسع يوماً بعد يوم. وكان قد التف حوله سلاطين عصره وعشاقه وأمرائه وعلمائه ودراويشه. ففي يوم من الأيام في ساعة العصر كان مولانا جلال الدين يمر من سوق قونيا. كان رأسه منحنياً أمامه ويداه على كم ردائه يمشي رويداً رويداً. في إحدى اللحظات كان يمر عبر سوق الذهب. وردت على سمعه أصوات مطارق الصائغين الذين يضربون صحائف الذهب. ضربات المطرقة المتناسقة والإيقاعية حولت هم مولانا جلال الدين إلى شوق ورغبة. توقف. استمع مدة إلى الأصوات. رفع يده اليمنى إلى مقلاب فراجته. العينان مغمطتان والرأس ساقة على الكتف الأيمن. فدار دورتين معتمداً على رجله اليمنى. ثم شرع في الدوران. أصوات المطارق أصبحت تبدو له أكثر قوة. وعندما شاهد صاحب المحل صلاح الدين أن مولانا جلال الدين بدأ بالسماع بأصوات المطارق. تشوق وقال لعماله لا تقطعوا الضربة بالمطارق. ولا تقلقوا من أجل فساد صحائف الذهب. اضربوا أكثر فأكثر. قدر موازم برابرلين بشكل موازم برابرلين. Mevlana semasını şu şekilde tarif ediyor. İnsanın bütün hücrelerinde yaradanını hissetmesidir, diyor Mevlana. İnsan otururken dahi eğer gerçekten yaradanını hissedebiliyor ise, bütün hücrelerini de hissedebiliyorsa, o anda da zaten sema ediyor demektir. Allah'ın manası etrafında dönmektir. Ve Bismillahirrahmanirrahim diye dönmektir. Ve tıpkı tavaf edercesine kalp yönünde dönmektir. Bugün özellikle bazı ülkelerde, lokantalarda, gazinolarda, hiç de sema eğitimi almamış bazı insanların dönercesine yaptıkları şeyler görmekteyiz. Bunlar bazı ülkelerde bulunmakta. Onlar o ibadet anlamındaki sema değildir. Dini konulardan mülhem, folklorik rakstır onların yaptığı. Ancak şunu düşünmek lazımdır. Mevlevirlik semadan ibaret değildir. O ayinidir. Her dergahın hafta günü veya hafta gecesi denen haftanın bir günü vardır. En uzun ayin 3 saat sürer. İnsanların şunu kendilerine sorması lazım. O günün diğer 21 saati ile diğer 6 günün 24 saati bu insanlar ne yaparlar? Bunun cevabını bulabildikleri zaman semanın da, semazenin de, dervişliğin de ne olduğunu öğrenmeye adım atmışlar demektir. Galaksiler dönüyor. Galaksiler dönüyor. Dönen bir dünyada yaşıyoruz. Vücudumuzun her zerresini oluşturan atom çekirdekleri etrafında, nötronlar, protonlar dönüyor. Yabani ya dönmeyi. Yabani ya dönmeyi. Yabani ya dönmeyi. قيب بيوكولوش ديلدر و هر قدنه جننهي تماماً ياريشتيني بلده سيد برهان الدين وشمس الدين والآن زرقوبي وكل من رحل ترك آثاراً جعلته يكون مولانا جلال الدين وبعد الشيخ صلاح الدين اختار مولانا جلال الدين حسام الدين شلبي خليفة له ذلك الشاب الذي كان طالباً له منذ أول شبابه فتربى ونضج على يده شلبي حسام الدين بعد خمسة عشر عاماً سيصبح صديقاً فطالباً فخليفة لمولانا جلال الدين سيصبح صديقاً سيصبح صديقاً سيصبح صديقاً سيصبح صديقاً سيصبح صديقاً سيصبح صديقاً اشتركوا في المدلعين الذي ق volتحه من المنظمة forma اكثر معناه اما اهه وطرقوا اجتب الى جراء مهمة احصل على الجهة بحان الانوازن واجتعيه جزوي من التوازن واجتعيه بشكل مفط Loud اعطانه اجتب Honda اجتب أن يجل تطرق مدربه ففي يوم من الأيام يعرض شلبي رأيه يبتسم مولانا جلال الدين ويمد ورقة إلى شلبي يقول له اقرأ حسام الدين شلبي يقرأ تلك الأبيات الثمانية عشر الأولى من المثنوي التي جعلت ملايين الناس يجتمعون حوله منذ ذلك اليوم استمع إلى هذا الناي يأخذ في الشكاية ومن الفرقات يمضي في الحكاية منذ أن كان من الناي اقتلاعي ضج الرجال والنساء في صوت التياعي أبتغي صدرا يمزقه الفراق كي أبث شرح آلام الاشتهاق كل من يبقى بعيدا عن أصوله لا يزال يروم أيام وصاله نائحا صرت على كل شهود وقرينا للشقي والسعيد ظن كل مرئن أنصار رفيقي لكنه لم يبحث من داخلي عن أسراري مصنفية دين لا يعلم أو يسعى في الاستyanار ارتفع في بالقنات الآن علماء أيديوهما يساعدين ناستعى «كرال نتسل في قنات الليلة البحثة تشكّب» أولئك أن تسعدين بحذرة اولاً أولئك أن واضحدي الآن بحذرة لدينا اتشرب المستقبل أحب الصالحة لدينا حقاً بعد التعليق معي ولدينا الأجل مع الكريم حowejهابريبلا الجديدة وادي من يستخدام والتيال منتصاللة أي شريف أحيانا الأوليك عندي وكذلتين يحسر. حيارة، 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 اشتريها يحسس겠다. أي شريف أحيانا كلها بعضه عن تحتية وكذلت أن يمنزل أن تحتاج إلى التحصيل موجود لأنها اقاعدة. مصنعفه في المنزل هكذا الأوليك السراء ، حيارات، حيات، الاضطرتها ولو يكون إنشباراً. مسnevi şerif her şeyden önce bir edebiyat kitabı olarak yazılmamıştır ama edebiyattan da hariç değildir. Çünkü Hz. Mevlana, şiir nedir ki ben şiirle meşgul olayım? Benim hünerim şairlerin hünerinden farklı bir şeydir buyuruyor. Yani şiirin ve musikinin ahengi ile ahengten lezzet alan, ahengin tesirinde kalan insanlara o ahenkle bir şeyler söylüyor. O söylediği şeyler de Allah ve Resulü'nün aşkından ve tabii itaatinden başka da bir şey değildir. Bu eser bir mucize eserdir. Ama bazı insanlar bunu sadece aşk eseri diye okurlar. Aşk hikayeleri anlatıldığını ve bu hikayelerin güzel anlatıldığını söylerler. Kimine göre tıpkı kimle ve deliyle gibi sanki bir hayvan hikayeleri dizisidir. Atların hayvanlarına benzetirler. Kimisi aşk hikayesi, kimisi hayvan hikayesi, kimisi açık saçık hikaye diye bakar. Ama aslında Kur'an'ın hakikatidir. Kim nasıl bakıyorsa Mesnevi'yi öyle görmektedir. 24 bin beyt civarındaki şiiri yazar ama sonunda da şunu söyler. Der ki sus artık yani hamışkun sus artık o kadar çok söyledin ki bir yerden sonra söz bazı şeyleri ifade edemez. Sus, sükutun sesi diye bir şey var. Yani sustuğunuz zaman çıkacak bazı şeyler var ortaya. O açıdan Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sini ve diğer eserlerini okumak ondan sonra susmak lazım ki manası açığa çıksın. Özellikle Batı dünyasında modern dönemde Mesnevi Amerika'da yaklaşık ve diğer dünya coğrafyasında 25 milyon kopi nüsa satacak seviyeye ulaşmıştır. Mesnevi, manevi, birçok hikayelere ilham kaynağı olmuştur. İşte Paola Coelio'nun simyacısı aslında Mesnevi'deki bir hikayenin uyarlamasından ibarettir. Ve bu tarzıda قال إن تكتب أنت فأنا أقول ويظهر كتابا كما تريد وبدأ مولانا جلال الدين يقول ويقول في المسجد في المدرسة في الخان في الحمامات في القصر في الحديقة وحسام الدين شلبي يكتب ويكتب المثنوي أسطورة لكل من يقرأه كأسطورة ومشاهدة الإنسان نفسه في هذا الكتاب ومحاولة فهمه رجولا الدنيا سجن ونحن المسجونون فيها فاثقب جدار السجن وتحرار الجسم عبارة عن سفينة والدنيا هي البحر إذا جعلت الدنيا في جسدك تغرق السفينة فاجعلها تحت قدمك حتى تستطيع السباح كانت تلك الأيام من فصل الخريف لسنة 1273 تحدث زلازل بكثرة في قونيا والأهالي تخرج وتزدحم في الشوارع تقضي لياليها في الخيام وفي إحدى المرات وقع زلزال كبير واقتلعت الأرض من مكانها ذلك اليوم قال مولانا جلال الدين لا تخافوا جاعت بطن الأرض فهي في الأيام الأخيرة تريد لقمة سائغة لعلها تبلغ حاجتها وتستريحون أنتم بعد بضعة أيام فقط من الزلزال لازم جسده المرهق الفراش بحيث لا يستعيد نشاطه ثانية على رأس الفراش السلطان ولد وعلى اليمين حسام الدين شلبي يتكئ مولانا جلال الدين على واحد هو ابنه والآخران هما ولداه المعنويان على شفتيه الشهادتان ينتظر وقت الوصال وأخيرا في السابع عشر من ديسمبر عام الف ومئتين وثلاثة وسبعين يسلم الأمانة إلى صاحبها يوم السابع عشر من ديسمبر يذكر بشب عروس الذي يعني ليلة العرس ونهار اللقاء بالمولى الحبيب أنا أوصيكم أن تتقوا الله في السر والعلن وأوصيكم بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وبالابتعاد عن الحرام والمواظبة على الصلاة والصيام وتجنب الشهوات والسفهاء من الأنام وبمصاحبة الكاملين والعلماء الأعلام وعلموا أن خير الناس من ينفع الناس ولم يشيع جثمان مولانا جلال الدين المسلمون فحسب بل اشترك في تشيعها اليهود والنصارى قالت النصارى نحن فهمنا عيسى أكثر بمولانا جلال الدين وقالت اليهود نحن فهمنا موسى أكثر بمولانا جلال الدين وهم أيضا اشتركوا في التشيع لا تبحث عن ضريحنا في الأرض بعد مماتنا فضريحنا هو فؤاد العارفين تلاميذ مولانا جلال الدين في هذا العصر يشكون من محاولات فهمه بوضع موقفه من الدين والإسلام خارج الدائرة مولوي الألف الثالث يرون أن مولانا جلال الدين الذي يحاولون أن يتصوروه بماعزل عن التصوف والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا مولانا جلال الدين مولانا جلال الدين تمسيل etmektedir bu gelenek içerisinde kendi terbiyesini almıştır babası علم olduğu gibi kendisi de علم در مولانا جلال الدين الرومي حتى kendisinin vefatından sonra 100 yıl sonra yazılmış olan Cevahir-ül Mudiyye adlı Abdülkadir Kureşi'nin Hanefi tabakatında Mevlana ve oğlu Sultan Veled Hanefi fakihleri arasında zikredilmektedir Mevlana bir Hanefi fakihidir ama öte taraftan aynı zamanda babası gibi bir sufidir hem fakihdir hem sufidir hem alimdir hem de velidir Mevlana Celaleddin Rumi öncelikle Mevlana'yı anlamanın temelinde Mevlana'nın Allah yolunda samimi bir Müslüman olduğunu ve bu yazmış olduğu eserlerinde gerek bizden önceki insanlara gerekse çağımız insanlara samimi bir Allah aşkını ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini gösterdiğinin bilincinde olmalıyız Allah'ın insanlık alemine tebessümüdür tebessüm gördüğü zaman insanın içinde nasıl bir huzur mutluluk rahat her şeyden memnun olma hali zuhur ederse Hz. Mevlana'nın varlığı yazdıkları eserleri yaşadıkları insan üzerinde böyle bir tebessüm bırakır bir Mevlana var New Yorklu bir Mevlana var efendim Ankara'lı bir Mevlana var işte Tahranlı bir Mevlana var yani herkes kendi Mevlana'sını icat etmeye başladı bu da bir diğer sakınca gerçek Mevlana işte o herkes benim kendi derunumda yatana bulsun çıkarsın dediği Mevlana'yı bulmamız gerekiyor Hz. Mevlana bir Allah velisidir Estaizu Billah اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا هَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ayeti kerimesinin mazharlarından biridir kendi ifadesiyle Cenab-ı Peygamber'in yolunun tozudur اَنَا عَبْدُ الْقُرْآنِ مَحَيِّتْ اَنَا غُبَارُ قَدَمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فمن نقل عني غير ذلك فأنا متألم منها ومتألم من ذلك القول ترجمة نانسي قنقر